المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بدوره أشاد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد بما تضمنه البيان مضيفا أن الدول العربية عليها عاتق كبير في حماية المجتمعات العربية وعدم السماح لأي اختراق يتسبب في نشر الشذوذ الجنسي بخلاف القيم والدين الإسلامي أما النائب عمار أحمد البناء رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب فقد أكد على أهمية الحفاظ على التعالم الدينية والقيم المجتمعية التي تكرس الفطر البشرية السوية والتصدي لانتشار الفواحش والأفكار الشاذة من جانبه أكد النائب الدكتور عبدالله الذوادي أهمية بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لافتا إلى أن هذا الدور يمثل أهمية كبيرة للمجالس الإسلامية العربية للوقوف ضد هذا المد الغير الأخلاقية إلى ذلك أوضح عضو مجلس النواب خالد صالح بوعنغ أن ما يحدث للترويج للشذوذ الجنسي عبر وسائل الإعلام والأفلام والبرامج التلفزيونية مرفوض ومستنكر من كافة أطياف المجتمع البحريني ومن جانبه أعلن عضو مجلس النواب إبراهيم النفاعي تأييده الكامل لما جاء في بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مشددا على همية مواجهة الحملات الممنهجة للترويج للشذوذ كما أشاد الدكتور بسامل بن محمد عضو مجلس الشورى بما تضمنه بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي يعكس رأي المجتمعات العربية والإسلامية برفض الحملات الممنهجة للترويج لفحشة الشذوذ الجنسي كما دعا رئيس جمعية معا لحقوق الإنسان إلى ضرورة تمسك بالقيم الإسلامية السامية ورفض كل ما يمثل خروجا عليها أو على الأخلاق والعادات المجتمعية السائدة من جانبها وصفت رئيسة نقابة التربويين البحرينية صفية شمسان بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوقفة حق نؤيدها جميعا مطالبة بمواقف أكثر تشددا في محاسبة الشواذ أما الباحثة الاجتماعية المتخصصة في علم الاجتماع هدى آل محمود فقد أكدت أهمية التصدي للتضخيم الكبير المتعلق بموضوع الشذوذ الآتي من قبل بعض وسائل الإعلام الغربية من جانبه أكد فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل محمود دعمه للبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية معتبرا أن هذا البيان جاء ليعبر عن مشاعر المسلمين والمسيحيين واليهود جميعا من ناحية أخرى أكد فضيلة الشيخ إبراهيم الحادي أهمية المضامين التي جاءت في بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مطالبا بتصدي للأخلاقيات والسلوكيات المخالفة للفطرة السليمة بدوره أكد راعي الكنيسة الإنجلي الوطنية القس هاني عزيز على أن الفطرة الإنسانية السليمة تتوافق بالكلية مع التعاليم السماوية المقدسة وبأن الكنيسة والمسيحيين الشرقيين يرفضون رفضا باتا هذه الأفعال والترويج لها فضيلة الشيخ الدكتور هشام الرميثي أكد أن بيان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ينمو عن حرص مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى على الالتزام بمبادئ الدين الحنيف والحفاظ على المبادئ التي اتفقت عليها كافة الديانات السماوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر